اشتركوا في القناة في هذا الدرس أيها الأحبة سنتعرف على الكلمات المركبة أو الموصولة ومن ذلك سنتعرف على الظروف المثلوة بإذ المنونة وكذلك سنتعرف على الأدوات الموصولة مثل ألا وإلا ولألا ونحاول في نهاية الدرس أن نستنتج قاعدة له إذن نبدأ في درسنا على بركة الله نتذكر الدروس الإملائية السابقة مر معنا في الوحدة السابقة درس الرسم الإملائي الألف اللينة وقلنا أن الألف اللينة تكتب قائمة وتكتب ماذا على صورة الياء غير المنقوطة متى تكتب على صورة الياء غير المنقوطة ومتى تكتب على صورة الألف القائمة هل تتذكرون؟ نقول تكتب على صورة الياء غير المنقوطة إذا كانت ماذا ثالثة وماذا وأصلها ياء أو رابعة فصاعدا تكتب على صورة ماذا الياء غير المنقوطة أما إذا كانت ثالثة وأصلها ياء أو رابعة فصاعدا وسبقت بياء فإنها تكتب ماذا على صورة الألف القائمة فنقول إذا كانت رابعة فصاعدا أو ثالثة أصلها ياء أما كتابتها على الألف القائمة فإنها تكتب بهذه الصورة إذا كانت رابعة فصاعدا قبلها ياء أو ثالثة أصلها ياء إذن هذه مراجعة بسيطة للألف اللينة التي مرت بنا في دروسنا السابقة ننتقل الآن إلى هذه الفقرة يقول بعد أن استمعت أمجاد لنص الاستماع أرادت أن تعيد صياغة الفقرة الأخيرة منه فنجحت في تذكر أهم أفكارها ثم باشرت الكتابة إلا أنها وقعت في بعض الأخطاء الإملائية لننظر ما هي الأخطاء الإملائية التي وقعت فيها أمجاد يقول أقرأ ما كتبته أمجاد ثم أصوب ما كان خطأا فيه هيا بنا نقرأ ما تذكرته أمجاد ودونت تقول يجب علينا أن نحمي بلادنا من آثار هذا الغزو المدمر لأن لا يحل بنا ما حل بالآخرين من من فرقهم الغزو ومزقهم شر ممزد ووزع الفوضى والخراب والخوف في بلادهم يومئذ نصير إلى ما صاروا إليه يبدو أن أمجاد وقعت في بعض الأخطاء الإملائية ننظر ما هي الأخطاء التي وقعت فيها أمجاد نقول أن لا كتبت بهذه الصورة وهذا الخطأ الأول ومن من وهذا الخطأ الثاني ويومئذ وهذا الخطأ الثالث نحاول الآن أن نصوب ماذا أخطاء أمجاد التي وقعت فيها فنقول أن لا تكتب بهذه الصورة موصولة ومن من تكتب بهذه الصورة أيضا ممن أيضا موصولة وهي من حرف الجر ومن الاستفهامية أو من الموصولة واضح؟ أما يومئذ فإنها تكتب يومئذ واضح؟ واضح؟ إذن هذه الأخطاء التي وقعت فيها أمجاد عندما دونت ما تذكرته من نص ماذا الاستماء وهذه هي الكلمات بعد تصويبها فوقعت في الخطأ أن لا ونقول أنها تكتب بهذه الصورة وهي مكونة من أن ولا ولكنها تكتب متصلة ومن من أيضا تكتب موصولة بهذه الصورة ويومئذ تكتب يومئذ بهذه الصورة ننتقل الآن للفقرة التالية ماذا تقول هذه الفقرة؟ يقول هنا بعض الكلمات تكتب مركبة أو موصولة خطا ومنها الظروف وقت وعند وحين ويوم وساعة فتقول وقتئذ وعندئذ وحينئذ ويومئذ وساعةئذ المتلوة بإذ المنونة إذن أول هذه الكلمات التي ترسم ماذا متصلة أو موصولة ماذا الظروف ومنها وقت وعند وحين ويوم وساعة التي ماذا تتلى بماذا بإذ المنونة واضح؟ الأمر الآخر الفعل حبذا والذي يتألف من الفعل حبا وماذا وذا الإشارية فتكتب متصلة بهذه الصورة فنقول حبذا تتكون من جزئين الفعل حبا وماذا وذا الإشارية الأدوات أيضا هناك ألا تكتب متصلة وهي مكونة من أن ولا وإلا أيضا تكتب متصلة ولألا وهي أيضا تكتب متصلة بهذه الصورة إذن هذه من الأسماء أو من الكلمات عفوا التي تكتب ماذا متصلة واحذروا أن تخطئوا فيها كما أخطأت أمجد حروف الجر في ومن وعن المتقدمة على من الاستفهامية أو الموصولة إذن حروف الجر في ومن وعن إذا تقدمت على من سواء كانت من الاستفهامية أو من ماذا الموصولة فإنها ماذا تكتب متصلة ننتقل للفقرة التالية يقول أتأمل الكلمات الملونة في العبارات التالية لأجيب وفق المطلوب لم تكن تخفى عليه وهو الرجل الفطن الحالة الفوضوية التي كانت سائدة وقت إذن من يتذكر من هو هذا الرجل الفطن؟ إنه الملك عبد العزيز طيب الله ثرى الكلمة الملونة هنا وقت إذن الجملة الثانية يقول حبذ أن يتجدد الكلام مع كل جديد ينشى هنا حبذ الكلمة الثالثة ألا في الجملة من الأجدر ألا ينكرها أحد الجملة التي تليها تقول فنحن لابد أن ندرك أننا أمة مستهدفة ممن حولنا أيضا هنا ممن إن الواجب على كل مواطن شريف خاصة الشباب أن يحذر من الشائعات المغرضة لألا انظر هنا ماذا لألا يكون معول هدم في تيار الجماعة والآن الجملة الأخيرة يقول والآن يا بني وطني ممن نخاف إذا كان كل منا رجل آمن ممن وهنا من حرف الجر ماذا تقدم على من الاستفهامية وهنا ماذا من حرف الجر تقدم على من الموصولة إذن هذه الكلمات الملونة التي رسمت متصلة وهذه هي طريقة رسمها وكتابتها كتابة صحيحة واحذروا أن تقعوا في الخطأ بعد هذا الدرس أنسخ الكلمات الملونة في الفراغ التالي نقوم بنسخ هذه الكلمات الملونة في الفراغ التالي وهي الكلمات التي مرت معنا قبل قليل في الجمال التي قرأناها نقول وقت إذن وحبذ وألا وممن ولألا وممن أيضا وهنا وهنا الفرق بين ممن هنا والأخرى أن هنا المقصد هي ماذا من حرف الجر التي ماذا تقدمت على ماذا على من الاستفهامية وهنا أيضا تقدمت على من الموصولة إذن ننتقل للفقرة التالية يقول أحلل الكلمات الملونة تحليلا إملائيا على غرار المثال الموضع وقت إذن مكونة من وقت وإذ المنونة واضح وهنا وقت إذن مكونة قنة من وقت وإذ المنونة وترسم بهذه الصورة وهي الصورة الصحيحة نقول نريد أن نحدد ماذا ونحلل حبذ وإلا وممن ولألا وممن أيضا فنقول حبذ تتكون من حب بالإضافة إلى ذا الإشارية وإلا مكونة من جزعين إن وماذا ولا وممن أيضا تتكون من جزعين اثنين وهي من حرف الجر ومن ماذا الاستفهامية أو نقول من الموصولة أما لألا فهي مكونة من اللا وأن ولا إذن هذا هو ماذا التحليل لهذه الكلمات وهذا التحليل تحليل إملائي فنقول حبذ مكونة من جزعين حب الفعل وذ الإشارية ونقول مثلا من من هذه مكونة من من ماذا من جزعين من حرف الجر ومن الموصولة أو من نقول الاستفهامي إذن هذه الكلمات من الكلمات الموصولة ماذا خطا والتي ترسم رسما إملائيا بهذه الصورة الصحيحة ننتقل الآن إلى هذه الفقرة يقول أناقش مع مجموعة الكلمات السابقة من حيث الصورة التي كتبت عليها ومكوناتها ثم أكتب استنتاجي في الفراغ نقول بعض الكلمات تكتب مركبة أو موصولة خطا ومنها الظروف وقت وعند وحين ويوم وساعة المتلوة بإذ المنونة الفعل حبذ المؤلف من الفعل حب وذاء الإشارية أيضا هذه من الكلمات الموصولة خطا الأدوات مر معنا ألا وإلا ولألا أيضا هذه من الأدوات التي ترسم رسما موصولة خطا وحروف الجر في ومن وعن المتقدمة على من الاستفهامية أو الموصولة هنا قلنا حروف الجر إذا تقدمت على من الموصولة أو من الاستفهامية فإنها ماذا تكتب موصولة خطا إذن هذه ماذا القاعدة أو الاستنتاج الذي خرجنا به من الكلمات السابقة أعلم أن يقول لا النافية توصل بإن الشرطية إذا وليتها حيث تبدل النون لاما وتدغم في اللام بعدها فتصير إلا مثل إلا يكون الكلام مفيدا فالصمت مستحب إذن توصل بإن الشرطية وتدغم اللام بعدها فتصبح ماذا إلا مثال إلا يكون الكلام مفيدا فالصمت مستحب ننتقل يقول أيضا هنا في أعلم أن توصل بأن المصدرية الثقيلة الناصبة للفعل فنقول الناصبة للفعل المضارع فنقول ألا مثل أنصحك ألا تهمل والأصل أنها مكونة من أن وماذا ولا واضح إذن توصل بأن المصدرية الثقيلة الناصبة للفعل المضارع فنقول مثل أنصحك ألا تهمل واضح ننتقل الآن إلى الفقرة التالية يقول عند وصل أن المصدرية بكلمة لا النافية تحذف نونها وعند تقدم لام التعليل عليها يصبح ماذا تصبح بماذا بهذه الصورة لألا إذن إذا وصلت أن المصدرية بكلمة لا النافية تحذف نونها وإذا تقدمت لام التعليل عليها فإنها ماذا تصبح بهذه الصورة وتكتب موصولة ماذا خطا فتصبح لألا واضح ننتقل الآن إلى ما ونقول أنها توصل بأواخر مجموعة من الكلمات فتكتب بهذه الصورة طالما قلما إنما وكأنما ولكنما ولعلما وأينما إذن تكتب بهذه الصورة وهي صورة ماذا موصولة خطا ربما أيضا كلما لسيما أما إذا كانت ماء استفهامية هنا ماذا توصل بأواخر فتكتب هكذا أما إذا كانت الماء استفهامية وهذا الدرس أيضا مستقل في الرسم الإملائي إذا كانت ماء استفهامية فتكتب ماذا بهذه الصورة مما وعم وهذا في الرسم الإملائي يسمى حذف ألف ماء الاستفهامية حذف ألف ماء الاستفهامية إذن إذا كانت الماء هنا استفهامية فتكتب بهذه الصورة مما وعم وإلى ما ولما وبما مع حذف الألف مما وعم ومما وفيما إذن هذه ماذا الماء سواء كانت ماذا استفهامية أو غير استفهامية وننتقل الآن إلى الفقرة التالية يقول أبتكر شكلا يعينني على تذكري بعض الكلمات الموصولة خطا هذه الكلمات الموصولة التي مرت معنا قبل قليل وقت إذن المكونة من وقت وإذن المنونة وحب ذا المكونة من حب الفعل وذا الإشارية ولعلك تتأمل هذا الشكل لتتذكر هذه الكلمات حتى لا تخطئ فيها مرة أخرى إذن نقول ممن وإلا ومنذ ولألا وحب ذا ننتقل لشكل آخر هنا وربما هذا الشكل يكون ماذا أرسخ لديك ولن تنساه بإذن الله تعالى يقول أبتكر أبتكر شكلا يعينني على تذكري بعض الكلمات الموصولة خطا حب ذا وقت إذن حين إذن إلا لألا وألا وممن وهنا هذه الكلمات في ماذا في هذه السيارة وهي عبارة عن ماذا السيارة جزئين مما يدل أن الكلمات ماذا تتكون من جزئين اثنين لذلك كتبت ماذا موصولة خطا وهي في الأصل تتكون من جزئين فكل كلمة من هذه الكلمات تتكون ماذا من جزئين فنقول مثلا حب ذا نقول مكون من حب الفعل وماذا وذا الإشارية وقت إذن مثلا مكون من وقت ماذا وإذن المنونة إذن هذا الشكل ربما يرسخ في ذهنك وتتذكر هذه الكلمات ولن تخطئ فيها بإذن الله تبارك وتعالى ننتقل الآن إلى التقويم الختامي ويقول استخرج الكلمة الموصولة خطا في الجملة التالية والآن يا بني وطني ممن نخاف إذا كان كل منا رجل أمن ما رأيكم الكلمة هي ممن ممن نخاف وهنا من حرف الجر ومن ماذا الاستفهامية الاستفهامية ورسمت ماذا موصولة خطا إذن هذا هو درسنا ونصل الآن إلى خلاصة ما تعلمناه في هذا الدرس وهو بعنوان الكلمات الموصولة خطا ومن خلال هذا الدرس تعرفنا على بعض الكلمات التي ترسم موصولة خطا وهي في الأصل تتكون من عدة أجزاء فنقول مثل كلمة حبذة وقتئذ وحينئذ ولألا وألا وإلا وممن ولو أخذنا مثلا حينئذ وأردنا أن نحللها تحليلا إملائيا فنقول مكونة من حين وماذا وإذن المنونة وأيضا لو أردنا أن نقول حبذة مكونة من الفعل حبا وذاء الإشارية وكذلك وقتئذ تتكون من وقت وهو الظرف وإذن المنونة إذن هذا ما يخص درسنا رسم بعض الكلمات الموصولة خطا نرجو أن قد قدمنا المفيد وتذكرنا بعض ما مر معنا في الرسم الإملائي في الدروس السابقة إلى أن ألتقيكم في درس آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر